اهلا بكم وابراج هذا اليوم السبت الموافق الثلاثين من ايلول سبتمبر الفين وثلاثة وعشرين الان القمر في برج الحمل بدرجة ساطعش شكل او قدر يتجاوز انه شعة الشمس بزاوية مقابلة وضعه الان لا يزال في حالة ربما مواجهة وايضا تجاوز كوكب اطارد زاوية المقابلة معه زحل لكن لا يزال هناك نوع من الصعوبات علينا ان نكون حذرين بالتجاه اذا مولود هذا اليوم يحمل الخارطة الرقمية 361 التوازن سمى لهذا المولود تحديدا او ايضا العقلانية بالتالي هو شخص منظم جدا ويستطيع القيام باشياء جدا مميزة ايضا ما الذي تحدثه هذه الزاوية تحدث انه نوع من الارباك على الجميع فبالتالي رح نتناول توقعات الابراج وكل برجوة ما الذي قد يعانيه او ما هي الظروف التي قد تكون يعني لهذا اليوم الحمل اليوم طاقة جيدة لكن ننتبه لعلاقاتنا مع الاخرين ليش لانه ممكن نتعرض له صعوبات في التفاهم في الحوار فنحاول نأجل الاشياء المهمة جدا الى ربما وقت افضل الثور هذا اليوم لا تزال بحالة ارهاق بدني تعب غلة نوم صعوبات ربما ايضا مزاج متذبذب ربما ايضا حتى في مسألة الطعام ربما يكون هناك نوع من التذبذب فبالتالي ننتبه لهذه النقطة ان لا نغالي ايضا ببقانة في اماكن العمل كثيرا لا نغالي ان نقود مركباتنا واحنا بحالة التعب هذا كل ما راح نكون بصالحك الجوزاء على العكس تماما الامور والاجواء جيدة مطمئنة مشجعة وتمنحنا الكثير الكثير من الفرص وايضا الاهتمامات المتنوعة سواء كانت في مجال الجانب النفسي وفي الجانب الاجتماعي او ايضا في مجال السفر السلطان تبدون بحالة شد نفسي وليست فترة ايجابية بالعكس ربما هناك الضغوط يواجهنا هذا اليوم في العمل نتأخر ما ممكن اليوم الامور ننجزها بشكل كبير جزا والاهم من ذلك ان نحافظ على يقاءنا النفسي في حالة هدوء الاسد هذا اليوم تبدو بحالة جيدة فرصة للقيام بسفر خارجي فرصة للتقنيمي لدراسة ربما تبلغ باخبار جيدة ممكن اليوم ايضا تحصل على كثير من الامور اللي انت تهمك وتخصك وتخص ايضا الجانب المالي اصحاب برج العذراء انت الان في وضع ربما مصرفاتك المالية تزداد بشكل ملفت للنظر هذا اليوم وتجد انه السيطرة على هذه المصرفات يبدو يعني حالة صعبة جدا وايضا قد تطالب بالكثير الكثير من الالتزامات اللي اساسا لم يحن يعني وقتها ننصحك لا تلتزم في مجال القروض لا تحاول تكفى الاخرين ماليا هذه لازم تنتبه له اصحاب برج الميزان اليوم ايضا الطاقة جيدة لكن هناك مواجهات مع الاخرين او ربما البعض قد يوقع على وراء قسمية لكن عليك ان تحذر ليس وقت مناسب ايضا للقيام بسفرات بعيدة اصحاب برج العقرب هذا اليوم تبدو في حالة شد نفسي جانب الصحي ليس جيدا انتبهوا الى وضعكم خصوصا اللي يعنون من امراض مزمنة هذه الفترة ليست جيدة هذه الفترة ربما تكون ايضا سلبية لذلك انخفاض المستوى الطاقة قد يولد لديكم ايضا شعور سلبي نفسي فبالتالي انتبهوا لهذه النقطة القوسي لعب الحظ واضح يعني لعب الحظ دور اليوم واضح ايجابي جيد في مجال ربما العاطفة في مجال السفر في مجال التنقل في مجالات كثيرة وطبعا يبقى لها منه الجانب النفسي واستعدادنا العالي الجدي وضع للأسف ليس بالجيد اليوم ضغوطات كثيرة هذه الضغوطات قد تربكنا في اعمالنا في وضعنا مع الاخرين قدر المستطاع ان نتجنب المواجهة ابدلوا وضع جيد يعني ممكن نتنقل ممكن ننتقل من سكن الى سكن هذه فرصة ممكن نقوم بمبادرة نقوم بسفر نجرى بعض التغييرات نحاول ان نقوم ببعض التحسينات هذه كل الامور تكون ممكنة ويعني سانح لنا في هذا الوقت تحديدا اخيرا الاصحاب برج الحوت اليوم ايضا تبدو يعني لدينا فرصة لكسب المال لدينا فرصة لاجراء نوم من التعديل في اوضاعنا المهنية لكن بالتأكيد المصرفات المالية والضغوط الصحية لا تزال يعني ترافقنا بشكل يعني من فترة الى اخرى كل هذا لازم ننتبه له كل هذا لازم نتجنبه وايضا ان نبقى بطاقة مرتفعة ان استطعنا ذلك طبعا الان علينا ايضا ان ننتبه لي الجانب المالي تحديدا خلال هذه الفترة اكيد الله اعلم بذلك مشاهدينا عودة للزملاء لكن بعد الفاصل